موسيقى فرق تقيلة زي ما زينبي بنتكلم طبعا عن زمالك المصري اللي خسر نقطتين في أول لقاءاته بنتكلم على الترجل اللي فاز بصعوبة كان متأخر على أرضه واحد سفر رجح بصعوبة بالغة انه هو يحول التأخر لتقدم فواضح انه يعني الفرق كلها السنة دي خصوصا في ظل برضو غياب الجمهور المطشط كلها كانت على أرضك كانت برأ أرضك هتبقى في منتقى الصعوبة والمريخ انا بشوف انه يمكن يكون يعني انا طبعا عارف ان كل مطشط صعبة لكن انا شاف ان المريخ ممكن يكون من أصعب الفرق اللي بتنفس أهلي في نفس المجموع ما اعتقدش ان النسخة دي بشكل عام من دوري أبطال أفريقيا تكون أقل سهولة من النسخة اللي فاتت فيه منافسة صعبة جدا كل الاندام حضرة نفسها كويس قوي ودايما بنقول انه اي حد بيلعب قدام بطل أفريقيا بيبقى عامل حسابه كويس جدا ان انا درواتي بلاعب البطل اللي جاي علشان يحارب ان هو يحافظ على لقبه ويتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العشرة مهم جدا انه اللعيبة تكون مهيئة نفسيا ان خلاص كاس العالم الاندية يعني خلص باحتفالاته بالحصول على الميدالية البرونزية واللي هي شرف كبير لينا وحاجة اكيد اسعدتنا ولكن هو ده بقى يعني نصيب بالنادي الاهلي لازم نبقى مكملين في ان احنا بنحضر نفسنا ان اللي جاي اصعب واللي جاي مهم وان فيه اهدف كتير مش بس مباراة المريخ اللي هي تكون يوم الثلاث ان شاء الله واللي هي مهمة جدا ومهمة قوي نحن في دور المجموعات ما نخسرش اي نقطة وخصوصا ان قاتل هتكون على اردنا كمان لما بنتكلم على السوبر الافريقي مهم وهدف بالنسبة لجماهير النادي الاهلي علشان كده بنأكد انه صفحة كاس العالم الاندية بكل الحلو اللي فيها اتقفلت تماما ولكن خدنا منها كل الخبرات المهمة بعد مواجهة فرق كبيرة قوي كان اهمها بارن ميونيخ بطل الاوروبا طيب نروح مع حضراتكم لاختياركم لأفضل تلات لعبين من نادي الاهلي في مطش الاهلي وبان والحقيقة يمكن المطش ده واحنا بنتابع تصويت الجماهير كان محسوم يمكن من اللحظات الاولى اتفاق من 90% من الاصوات على التلات لعبين اللي فازوا بالمركز الاول عن جدارة وعن استحقاق وناس كتير جدا بتشوفها مباراة العمر كان في المركز الاول محمد هاني طبعا بعد ما قدم مباراة قوية جدا امام باير ميونيخ طبعا من اللعيبة اللي دخلت المنافسة بشكل كبير جدا واللي كان متقلق قوي في المباراة باير ميونيخ وكل الجماهير كانت مبسوطة بأداءه وشال يعني كور كتير جدا كابتن الشناوي اللي بيجي في المركز التاني وكان فيه تصويت كبير قوي يمكن كان بينافس يا احمد كمان على المركز الاول ولا انا بيخيق كان فيه منافسة قوية جدا بس هاني قدر يحسمها يعني بأريحية كبيرة وحقق رقم قياسي فيه عدد النقاط اللي حصل عليها فاحتل المركز الاول والشناوي في التاني وفي المركز التاني بطاقة تعارف مع جماهير النادي الاهلي اللي حست وقدرت امته وموهبته وقدر عطاءه بتنتظر منه الكثير محمد طهر اللي فاز بالمركز التالت